معانا الحج سليماني تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سلام وحضرك طيب يا دكتور عمر. وحضرك طيب وسحة وسلام وبركة ونعمة. حضرنا هييد عليك وعلى الجميع يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو سؤالي بس لعضرتك. ما التنبؤات بالغيب. اللي يعني اللي هي في قلم ربنا دي. الناس نصدقين هذي. هاي دور العزي النهارب بس تأتي وعية فيها بعد إذن حضرت الله. حاضر يا فاندي حاضر يا فاندي. طيب بصوا جماعة الغيب تلت درجات. الغيب تلت درجات. فيه غيب اسمه الغيب الادنى. وفيه الغيب الاوسط وفيه الغيب الاعلى. الغيب الادنى ده مين برا الستوديو ده. انا ما عرفوش لكن انا لو فتحت الباب عارف مين برا الستوديو ده. ده اسمه الغيب الأدنى وده غيب غيب حالي يعني ما بيبقاش اسمه غيب لما هو نطق اسم الغيب ما بيبقاش هو ده الغيب المقصود لكن ده غيب عني يعني ايه غيب يعني انا لست ادركه بنظر المجرد كده ولكن ايه اللي حاصل لما نفتح الباب لان انا لو بسطت من نظرت عبر الحائط مش اقدر انفز الى ما خارج الباب طيب ده اسمه غيب الأدنى في غيب الأوسط بقى ده احتاج له الى آلة بقى احتاج له الى ايه الى آلة زي رؤية الهلال زي رؤية نوع الجنين اللي هو في البطن ده بالآلة استطيع ان انا اوصل اليه طب الغيب الغيب اللي هو الاوسط ده والغيب الأدنى ده ممكن يوصل اليهم الانسان طبعا يوصل اليه الانسان سواء بالمباشرة بانه يخرج ويبص عليهم او الغيب الأوسط يستطيع انه ما يصل إليه بالآلة زي أن نحن نستطيع بالمكروسكوبات المركبة نستطيع أن ننظر إلى ما في الأفلاك ده بالآلة ممكن نشوف أما الغيب الأعلى الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به نفسه ولا يطلع عليه أحداً أو لا يطلع عليه إلا من أذن كالتعلق بالأرزاق والتعلق بالأشياء التي والناس مصرها إلى الجنة أو إلى النار دي حاجة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يطلع على غيبه أحد هو ده الغيب بقى المقصود اللي هو الغيب الأعلى الذي لا يطلع عليه أحد هو ده اللي في الكلام اللي إحنا بنقوله ده اللي هي التنبؤات اللي حدايك بتكلم عنها دي تنبؤات ممكن نعرف يعني مثلا على سبيل المثال إحنا من خلال الصفائح الأرضية نستطيع أن إحنا بعض الناس بتحليل الكلام عن الصفائح الأرضية يستطيع أن يتنبأ بإيه مين البلاد اللي في حزام الزلازل إحنا عارفين أن منطقة تتعلق بجنوب شرق أسيا وعلى الصفائح ممكن تسمح أن يحصل فيها زلازل فبيحصل فيها زلازل جدير منطقة في أسيا جزء من منطقة في إفريقيا ده كله دراسات تتعلق بالكلام عن الجغرافية والجودسي فممكن للناس تعرف الكلام ده الكلام عن علم طبقات الأرض وممكن يعرفه الكلام ده أو ممكن يعرفه الكلام ده هل بقى ده اطلاع على الغيب أنه يتنبأ أنه ممكن فيه زلزال يقع هنا أو يقع هناك هل ده تنبؤ بالغيب الذي ادخله الله سبحانه وتعالى عنده لا ليس من هذا الباب ولكن ده دراسات زي دراسات المستقبلية لما يجي يقول لك والله إذا فيه أزمة اقتصادية تحصل والله ممكن حلها يكون بالطريقة الفلانية أو يحصل أشياء بتتعلق بده كل دي حسابات ودراسات في العلوم لا دوات ليس من قبيل اللي اطلاع على الغيب الغيب هو الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى علمه بما سيكون يوم القيامة بهؤلاء الناس في الجنة أو في النار كل هذه الأشياء فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى